موسيقى أثناء جلالة الملك المفدى على الجهود الطيبة التي يبدلها القائمون على مستشفى الإرسالية الأمريكية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين والمقيمين ومن دول المنطقة منذ بدايات القرن الماضي وبالسمعة الطيبة التي يحظى بها هذا الصرح الطبي العريق وما يتميز به من خبرات وكفاءات طبية ونواه جلالته بالإنجازات الطبية التي حققها مستشفى الإرسالية الأمريكية وإسهاماته في مجال تعزيز الرعاية الصحية والعلاجية في مملكة البحرين والمنطقة والتي امتدت لغرابة 120 عاما وأكد جلالته خلال اللغاء اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية العريقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وبتعاونهما الوثيق في جميع المجالات كما أعرب جلالته عن الفخر والاعتزاز بأن مملكة البحرين وعبر تاريخها العريق تحتضن كل الديانات والمذاهب والثقافات كأسرة واحدة متحابة مترابطة ومنفتحة على العالم وفي مجتمع قائم على الأخوة دون تفرقة بفضل وعي شعبها الذي يرحب بالجميع منذ القدم انطراغا من عاداته وتقاليده العربية الأصيلة وأكد جلالته أن المملكة ترعى وتكفل حرية ممارسة شعائر الدينية لمختلف الديانات والطواف وستبقى بإذن الله نموذجا للتعايش والتسامح والمحبة بين الجميع وقد أعرب مجلس إدارة الكنيسة البوروتستانيتية وأعضاء مجلس إدارة مستشفى الإرسالية الأمريكية عن اعتزازهم بمتانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولاية المتحرة الأمريكية وأعرب عن بالغ شكرهم لما يحظى به مستشفى الإرسالية الأمريكية من دعم مستمر منذ إنشائه مشيدين بما يتميز به الشعب البحريني من قيم التسامح والتعايش والانفتاح على مختلف الثغافات في هذا البلد المضيف ترجمة نانسي قنقر